السلام عليكم عزيزي الطلاب استكمالا لما سبق هنتكلم على متسلسلات القوى الهدف الاساسي هنا هو كيفية تمثيل الدالة على صور متسلسلات القوى او ازاي يمكن التعبير على مجموعة متسلسلة في شكل دالة على سبيل المثال لو معلمة السلسلة القوى الشكل تصمش من اني سوي صفة لما لنهاية اكس ان اللحظ هنا للحد الاول الاي ساوي واحد والار ساوي اكس بمعنى ان دي متسلسلة هندسية اساسها هو اكس والحد الاول واحد في حالة اذا كان مقياس القيمة المطلقة لل اكس اقل من واحد فان هذه المتسلسلة لها مجموعة ان يكتبه بالشكل واحد على واحد نقص الاكس اي ان لو معنا دالة اف اكس بالشكل ده واحد على واحد زاد اكس يمكن التعبير عنها في شكل متسلسلة قوى بالشكل ده في هذه الحالة بنقول اي ان دالة اف اكس يمكن تمثيلها بواصلة متسلسلة القوى اللي هي دي تسمى المتسلسلة التي على الصور صمشا من ان يساوي واحد الى معنى نهاية اي ان اكس والس ان دي بالشكل ده متسلسلة قوى في اكس حيث ان ال اي ان عداد سابتة تنتمي الى اه لكل قيم ان نشوف مثال اوجد قيمة اكس التي تجعل المتسلسلة الاتية مطلقة التقاوى عندنا ده بنسمي ايه نقول يو ان لو الان على خمسة وس ان اكس وس ان طب يو ان زائد واحد يساوي ان زائد واحد على خمسة ان زائد واحد اكس وس ان زائد واحد هنجب نهاية اليو ان زائد واحد نقل بالحد ده على ال UN 5SN زائد 1 دي ممكن نكتبه 5 في 5SN إذن هدع 5SN مع ال 5SN هنا XN زائد 1 يبدي هدع دي مع ال N نهاية N تقول لما الانهاية N زائد 1 على 5N في مقياس ال X طيب البسط والمقام من نفس القوة إذن النهاية الحد دي سوى 1 على 5 فمقياس X يسوى مقياس X على 5 المتسلسلة تكون مطلقة التقاب إذا كان ده أقل من ال 1 إذن مقياس ال X أقل من كام من 5 لجميع قيام X وتكون تباعدية إذا كان المقياس X أكبر من 5 طيب نشوف قيمة أو نشوف هل المتسلسلة تقاوبية أو تباعدية عند الحدود عند X يسوي 5 أو سالب 5 عند المقياس X يسوي 5 عند المقياس X يسوي 5 نشوف أولا X يسوي 5 نعوض هنا X يسوي 5 يبقى لحد ده 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 يبقى لدينا متسلسلة N يسوي 1 إلى من النهاية دي طبعا تباعدية عند نقص 5 هايبقى نفس الكلام متسلسلة تباعدية إذن المتسلسلة تكون تقاوبية فقط خلال فترة من نقص 5 إلى 5 دي اسم ما نقول علي فترة التقاوب نشوف مثال تاني هاوز نشوف قيمة X الجميع قيم X التي تجعل المتسلسلة الآتية مطلقة للتقاوب نفس الكلام هناخد U N يسوي X S N على مضوب N طب U N زائد 1 يسوي X S N زائد 1 على مضوب N زائد 1 مضوب N زائد 1 إذن ما قلنا قبل كده يسوي N زائد 1 مضوب N نكمل إذن نهاية N تقول لما لا نهاية U N زائد 1 على U N القيمة المطلقة طبعا يسوي نهاية ده في حاصل ضاب مقلوب ده يسوي X نهاية X على N زائد 1 لما N تقول لما لا نهاية ده طبعا هيقول لإيه ده هيقول للصف لجميع قيم X إذن المتسلسلة تكون مطلقة للتقاوب هنا لجميع قيم X لجميع قيم X شوف مثال ثاني برضو نفس الكلام عادينا نجيب جميع قيم أوجد جميع قيم X اللي يتجع على المتسلسلة دي تقاوب بي هنا نفس الكلام ثم U N يساوي مضروب N في X و S N طب U N زائد 1 يساوي N زائد 1 ثم مضروب N في X و S N زائد 1 نجيب نهاية القيمة المطلقة U N زائد 1 على U N إذن المتسلسلة هنا التباعدية لجميع قيم X معدى X يساو صف أي أن المتسلسلة تكون تقوبيا فقط عند X يساوي صف فيما عدى ذلك تكون متسلسلة تباعدية